ما الاسم الصحيح لحرف الغين؟ ومن أين يخرج؟ وما صفاته؟ وكيف يأتي في القرآن؟ هل يأتي متكرراً أو مشدداً أو مضغماً؟ وهل ورد في الحروف المقطعة؟ وما أصعب مواضح حرف الغين في القرآن؟ وكيف نفخمه بطريقة صحيحة بدون ضم الشفتين؟ وكيف نعالج الأخطاء الشائعة في قراءة الغين كإبداله بالخاء أو القاف أو كترقيقه وقلقلته؟ جميع هذه الأسئلة نجيب عنها في هذا المقطع إن شاء الله فبسم الله نبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أهلاً بكم مجدداً مع دروس المخارج والصفات ومع حرف جديد من الحروف الحلقية وهو الغين أولاً اسم الحرف غين بفتح الغين وسكون الياء والنون وليس بكسر الغين يعني اسم الحرف الصحيح غين وليس غين لعين ولغين ولكن عين غين إذن ننتبه أولاً لحركة الفتح ثانياً في اسم الحرف أول حرف غين وهو من حرف التفخيم وقلنا أن الحرف المفخم أو المرقق يبدأ من اسمه فنقول غا غين وليست غين نفخم ولا نرقق إذن الأمر الثاني ننتبه للتفخيم إذن اسم الحرف غين بفتح الغين مع تفخيمها وليس غين ولا غين لا بالكسر ولا بالترقيق أما صورة الحرف يعني شكل ورسم في الخط فهو يكتب هكذا في أول الكلمة وبهذا الشكل في وسط الكلمة أو هكذا في الوسط كذلك وفي آخر الكلمة يرسم هكذا أو هكذا نفس شكل العين ولكن بنقطة وكما ذكرنا سابقاً هذه النقط وضعت للتفرقة بين الحروف المتشابهة رسماً يعني كي نفرق بين العين والغين طبعاً اختلاف رسم الحرف بداية الكلمة عن الوسط عن الآخر لا يغير أبداً في نطق الحرف ولكن لابد من ذكر هذه الأمور لأنها مهمة لمن يتعلم اللغة العربية من غير العرب حتى لا يرتبك الواحد منهم فيعتقد أن هذا الحرف يختلف عن هذا ويختلف عن هذا ولكن ليعلم أن جميع هذه الصور لحرف واحد إذن النطق واحد والآن كيف يأتي الغين في القرآن الكريم؟ أولاً حرف الغين يأتي في القرآن الكريم متحركاً بالفتح ككلمة غير وبالكسر ككلمة غل وبالضم ككلمة الغرفة ويأتي بتنوين النصب ككلمة بليغ أو بتنوين الجر ككلمة باغ أو بتنوين الرفع ككلمة زيغ ويأتي ساكناً ككلمة نغفر أما الغين المشددة فلم ترد في القرآن إذن سنرى الغين في القرآن إما متحركة بالفتح أو الكسر أو الضم أو منونة بالنصب أو الجر أو الرفع أو ساكنة وفقط الغين من الحروف الحلقية تخرج من أدنى الحلق في منطقة جذر اللسان مع الحنك اللحمي والغين تخرج أولاً من أدنى الحلق باتجاه الصوت من الرئتين إلى الفم يليها وأعلى منها الخاء كذلك في منطقة أدنى الحلق إذن الغين أسفل من الخاء يعني أدخل للحلق من الخاء أما صفاتها ففيها جهر ورخاوة واستعلاء وانفتاح وإصمات إذن الغين مجهورة لا يجري معها النفس رخوة المخرج مفتوح يجري معها الصوت مستعلية يرتفع أقصى اللسان منفتحة لا ينطبق اللسان على صقف الحنك الأعلى ويجب أن نراعي تحقيق المخرج وجميع هذه الصفات أثناء التلاوة إذن يجب أن ننتبه لبعض التنبيهات ونحذر من الوقوع في الأخطاء الشائعة في نطق الغين كما سيأتي معنا هناك بعض التنبيهات المهمة التي تحمل قارئ من الوقوع في الأخطاء الشائعة في نطق الغين فأولا نحذر من إبدال الغين خاءا وذلك بسبب قرب المخرج مخرج الغين من الخاء فهما من نفس المنطقة من أدنى الحلق فالوارد أن تبدل الغين بخاء أو العكس كذلك فالبعض يقول يخشى بدل يغشى أو يقول خير بدل غير وتخيلوا المعنى إذ يخشى السدرة ما يخشى تحول المعنى تماما أو نقول إن عذاب ربهم خير مأمون يا الله على تبديل المعنى والصواب يغشى إن عذاب ربهم غير مأمون فانتبهوا للمخارج والصفات الغين أدخل في الحلق من الخاء والغين مجهورة لا يجري معها النفس أما الخاء مهموسة يجري معها النفس إذن الفرق الوحيد بين الغين والخاء هو جهر الغين وهمس الخاء فلو جرى النفس مع الغين تحولت إلى خاء إذن نقول إذ يغشى السدرة ما يغشى وكذلك نقول إن عذاب ربهم غير مأمون تمام كذلك من الأخطاء الشائعة إبدال الغين قافا وهذا كثير في بعض الدول ففي الآية الكريمة قال له موسى إنك لغوي مبين لغوي من الغواية يعني الانقياد للهوى وهذا نفاه الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ضل صاحبكم وما غوا فلو قرأنا الآية بإبدال الغين قافا تحول المعنى لمعنى مختلف تماما قال له موسى إنك لقوي مبين تخيلوا تحول المعنى من الذنب إلى المدح من الغوي الذي يتبع الهوى وينقاض إلى الهوى سريعا دون حكمة إلى الشخص القوي بدنيا أو فكريا أيا كان تبدل المعنى وحتى لو لم يتبدل المعنى إبدال حرف بآخر هذا لحن جلي في القرآن وتحريف فننتبه لمكان خروج الحرف مع تحقيق صفاته فالغين من أدنى الحلق أول منطقة في أدنى الحلق كما بينا في رسمة المخارج أما القاف من أقصى اللسان إذن نوجه الصوت لأدنى الحلق لأدخل في الحلق هذا أولا في المخرج أما من حيث الصفات فالقاف شديدة مجهورة لا يجري معها النفس ولا الصوت أما الغين فهي مجهورة نعم ولكنها رخوة يجري معها الصوت عكس القاف إذن نجري الصوت في محل خروج الغين أدخل إلى الحلق وليس أعلى من ذلك من أقصى اللسان فنقول قال له موسى إنك لغوي مبين لغوي مبين فنرجو لانتباه كذلك من أبرز الأخطاء الشائعة ترقيق الغين نحن نعلم أن الغين من حروف الاستعلاء أو من حروف التفخيم خص ضغط قض مفخمة قولا واحدا مفتوحة بعدها ألف أو مفتوحة فقط أو مضمومة أو ساكنة أو مكسورة فالخطأ يرد على هذا التفخيم بجميع المراتب في المرتبة الأولى ككلمة غالب والله غالب البعض يقول غالب هذا خطأ ليست غا ولكن غا نستعلي بأقصى اللسان يرتفع أقصى اللسان فيتجه الصوت لصقف الحنك الأعلى لقبة الحنك الأعلى وهذا الذي يعطي حرف التفخيم السمن أو الصدى الذي يملأ الفم إذن نقول غا وليست غا وفي المرتبة الثانية غير خطأ ليست غا ولكن غا غير غير حتى لو نقف والراء مرققة الغين مفخمة ما دخل هذا بهذا فنقول غير غير وليست غير والمرتبة الثالثة المضموم البعض يقول غرفة غر رقق الغين والراء وهذا خطأ ليست غر ولكن غر غر غرفة الفاء هي مرققة أما الغين والراء ليست كذلك إذن نقول غو وليست غو غرفة والمرتبة الرابعة الساكن البعض يقول نغفر نغ خطأ النون مرققة نعم أما الغين مفخمة إذن لا نقول نغفر ولكن نغ نغفر نغفر انتبهوا للفرق نغ خطأ نغ صح نغ 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 لكم أما المرتبة الخامسة وهي المكسور فيرد فيها خطأان الأول المبالغة في التفخيم يعني هذه المرتبة يأتي فيها خطأ عكس المراتب الأربعة السابقة في المرتبة الأولى والثانية والثالثة والرابعة الخطأ الوارد الترقيق أما عندما تأتي مكسورة فالخطأ الوارد هو المبالغة في تفخيم الغين المكسورة فيعطيها القارئ مرتبة في التفخيم أعلى من حقها فالمفروض أنها غي غي البعض يقول غي غي يبالغ في التفخيم وهذا غير صحيح ظنا منه أنه عندما يقول غي هكذا هو رقق الغين نحن قلنا أن حرف التفخيم مفخمة قولا واحدا بأي حركة كانت حتى المكسورة مفخمة وعندما نقول غي هذا لا يعني أن الحرف تحول من التفخيم إلى الترقيق فالحرف نفسه ذاته مفخم دايما بشبهها بالرجل السمين مهما ارتدى من ملابس زيادة أو قلل من الملابس هو سمين سمين ولا نقول عليه عندما يخفف من ملابسه أنه تحول إلى النحافة أبدا ولكن نقول أنه لم يرتدي ملابس كثيرة نفس الشيء الحرف المفخم المكسور هو نفسه مفخم ولكن التفخيم أقل من المراتب الأربعة السابقة إذن لا تخافوا ولا تعتقدوا أن هذا ترقيق بل هو تفخيم متناسب مع حركة الحرف ومرتبة الحرف وهكذا وردت إلينا بالسند وبالرواية المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا يصح أن نقول وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا كلمة ترقيق يا سادة لا تقولها على أي حرف من حرف التفخيم السبعة لا نقول على المفخم المكسور أنه مرقق هذه من الأخطاء الشائعة هو مفخم 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 إذن الحرف المفخم مفخم قولا واحدا بأي حركة كان كذلك من الأخطاء الشائعة قلقلة الغين الساكنة حروف القلقلة قطب جد تقلقل إن توفر الشرط وهو السكون فهل الغين الساكنة تقلقل وهل هي من ضمن حروف قطب جد أبدا 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 إذن لا نقول نغافر ولا نقول يغشا ولا نقول وأغرقنا طبعا هنا الأنس أن القاف ساكنة مقلقلة فالوارد أن الغين تقلقل معها وهذا خطأ وأغرقنا وأغ كيف نتخلص من قلقلة الغين بجريان الصوت نفس المعالجة لجميع الحروف الرخوة نعطيها الصفة اللازمة من جريان الصوت بالنسبة المطلوبة لها إذن نجري الصوت مع الغين كي نتخلص من القلقلة ونبقى في مخرج الحرف كما دائما أقول نمكث مع الحرف في مخرجه مدة زمنية أطول مع جريان الصوت وأغغ وأغغ وأغرقنا نغفر يغشا تمام؟ كذلك من الأخطاء ضم الشفتين مع الغين هذا الخطأ يرد مع جميع حروف التفخيم فالبعض يقول فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين من الغا اسمعوا الصوت من الغا غا أنا ضم الشفتين وأكيد أنتم سمعين ضم وكما أقول دائما ضم الشفتين لا علاقة له بتفخيم الحرف المفخم أو التفخيم ليس له علاقة بضم الشفتين أو التفخيم لا يتحقق بضم الشفتين أبدا أبدا والله التفخيم تحقق بارتفاع أقصى اللسان وفقط نضم الشفتين لو الحرف المفخم مضموم كما مرت معنا كلمة غرفة لكن باقي الحركات لماذا نستخدم معها ضم الشفتين؟ الغين هنا مفتوحة ويلها ألف يعني لا علاقة لها بضم الشفتين ولا بالشفتين بالمرة عطلوها عن العمل مع الحرف المفخم غير المضموم اجعلوها في وضع الصامت كأنك صامت كأنك ساكت يعني مش بتتكلم حرك اللسان من الداخل ارفع أقصى اللسان من الغابرين من الغابرين تمام تمام وآخر تنبيه يجب أن ننتبه ونبين الغين إن تكررت وهذا لم يأتي إلا في موضع وحيد في القرآن الكريم بأكمله في قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نبين كل غين حتى لا تضغم الأولى في الثانية فلا نقول ومن يبتغ غير الإسلامي غيرا المرتبة الثانية شوفوا الفرق في الصوت غي غا غي غا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه تمام وختاما ننبه على بعض الكلمات الصعبة تقريبا أو نقول الكلمات الدقيقة التي تحتاج من القارئ عناية ودقة أثناء التلاوة وهي في الغين المجاورة للضاد والقاف كهذه الكلمات ضغفا فسينغضون غضبان وغضض يغضون لا تزغ قلوبنا يزيغ قلوب فيجب أن نعتني بالغين في مثل هذه المواضع لا نركز مع الضاد فقط ونهمل الغين الجميع ينتبه للضاد ويركز على الضاد ويهتم ويعتني بالضاد لأنه حرف مستعلي ومطبق فيه رخاوة فيه استطالة ويهمل الغين الغين كذلك حرف مفخم ومستعلي يجب أن نعتني به كذلك بتفخيمه ضغفا ضغفا فسينغضون فسينغضون غضبان غضبان وغضض وغضض يغضون إذن ننتبه للغين عندما تأتي مجاورة للضاد أما إن جاءت الغين مجاورة للقاف نحذر من إضغام الغين في القاف لا نقول ربنا لا تزغ قلوبنا وفي الموضع الثاني من بعد ما كاد يزيغ قلوبه يزيغ قلوبه وليست يزيغ قلوبه كأنها قاف واحدة مضمومة انتبهوا يزيغ قو يزيغ قلوبه هذه كانت تنبيهات عامة وأبرز الأخطاء الشائعة في نطق الغين مع كيفية التخلص من هذه الأخطاء والآن مع تدريبات وأمثلة من القرآن الكريم كما تعودنا سأقرأ المثال بطريقة غير صحيحة وعليكم أن تكتشفوا أين الخطأ وكيف يمكن التخلص منه المثال الأول إذ هما في القار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أين الخطأ؟ تبديل الغين في كلمة الغار بالقاف قرأتها في القاري والقار يا سادة هو مده سوداء يطلى بها الشارع يطلى بها الأسفلت وتطلى بها السفن والصواب في الغاري في الغاري طيب سأقرأ الآية بطريقة صحيحة إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه هل قرأتها بطريقة صحيحة؟ استمعوا إليها مرة أخرى إذ هما في الغار أين الخطأ؟ ضم الشفتين مع الغين ولا يصح أن نضم الشفتين مع الغين لأنها ليست مضمومة هي مفتوحة ويليها ألف إذن القراءة الصحيحة إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا طيب مثال آخر أو إطعام في يوم ذي مسغبة أين الخطأ؟ ترقيق الغين قرأتها مسغبة ليست غا ولكن غا نرفع أقصى اللسان حتى ينحصر الصوت ويتجه لصقف الحنك الأعلى أو إطعام في يوم ذي مسغبة طيب مثال آخر وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي أين الخطأ؟ رفعت مرتبة تفخيم الغين المكسورة لمرتبة أعلى المفروض أنها غي غي وغيض وغيض وليست وغي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي مثال آخر فمن الضر خير باغي ولا عاد فلا إثم عليه أين الخطأ؟ إبدال الغين في كلمة غيره بالخاء همست الغين فتحولت إلى خاء والصواب إنحباس النفس مع الغين لأنها مجهورة غير مهموسة إذن نقول غا غيره فمن الضر غير باغي ولا عاد فلا إثم عليه طيب مثال آخر وأنه هو أقنى وأقنى أين الخطأ؟ تبديل الغين في كلمة أغنى بقاف فأصبحت الكلمة أقنى وأقنى وكأن الكلمة متكررة بلا داعي وهذا يخل ببلاغة وإعجاز نظم القرآن إذن لا نقول أقنى ولكن أغ أغنى وأنه هو أغنى وأقنى طيب مثال آخر وأنه هو أغنى وأقنى أين الخطأ؟ قلقلت الغين قرأتها أغ أغنى وهذا خطأ وهنا ننتبه لهذه الملاحظة كلمة أغنى بنفس وزن أقنى فانتبهوا لا تطبق الأحكام في كلمة أقنى على كلمة أغنى فالقاف في كلمة أقنى شديدة مجهورة ساكنة إذن يجب أن تقلقل أما الغين مجهورة نعم ينحبس معها النفس ولكنها رخوة يجري معها الصوت جريانا تاما في مخرج الحرف إذن لماذا تقلقل؟ إذن لا يصح أن نقول أغ ولكن أغ أغ يجري الصوت جريانا تاما المخرج مفتوح إذن ننتبهوا الكلمات الموزونة بنفس الوزن لا تطبق فيها الأحكام كأنها كلمة واحدة كل كلمة تختلف عن الأخرى كل حرف يختلف عن الآخر إذن أصواب أن تقرأ هذه الآية هكذا وأنه هو أغنى وأقنى هذا درس اليوم حرف الغين سهل وبسيط المرة القادمة إن شاء الله مع الخاء فشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته